أظهر استطلاع أسبوعي لصحيفة معاريف الأسرائيلية أن حزب رئيس الوزراء بنيامي نتنياهو قلص الفارق بينه وبين المعسكر الوطني بقيادة وزير الدفاع السابق وعضو مجلس الحرب بيني جانس لكن تلافه يظل عاجز عن تشكيل الحكومة إذا ما أجريت الانتخابات الآن يأتي ذلك في الوقت الذي يعمق فيه الجيش الإسرائيلي العملية البرية في جنوب قطاع غزة وشماله والجمود في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن ونقش الساخن حول قضية اليوم التالي للحرب